وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المسؤولين في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي وجه ذلك خلال تفقده أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة تدميات وتطوير المنطقة المحيطة كما تفقد مدبولي المكان المخصص للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والنصب التذكري لجندي المجهول إلى جانب تفقد المنطقة المحيطة ومتابعة تعديل المحور المروري الذي يتم بالمنطقة وكذا تطوير كورنيش النيل ورصف الطرق بالمنطقة الممتدة والمنطقة الخضراء موجها بدراسة توسعة الممشى السياحي ليكون متنفسا لأهالي ديوان